أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيار رئيس الدولة حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى اليابان الصديقة حكومة وشعبا في وفاة شينزو أبي رئيس الوزراء السابق وتعازيه وتضامنه مع عسرة الراحل في مصابهم وقال سموه تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني السابق إثر الاعتداء الغادر الذي استهدف حياته ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواسات للشعب الياباني الصديق وعائلة الراحل الكريمة في مصابهم ونعرب عن تضامننا معهم في هذه الظروف الصعبة كان شينزو أبي صديقا مخلصا لدولة الإمارات أسهم بدور فاعل في ترسيخ علاقات البلدين التي شهدت في عهده تطورا وازدهارا غير مسبوقين على جميع المستويات كما عمل الراحل على تعزيز دور بلاده في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي وإننا إذن دين هذا الهجوم الغادر الذي أودى بحياته نستنكر كل أشكال العنف وصوره ونؤكد أننا في دولة الإمارات لن ننسى جهوده المخلصة المقدرة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما اشتركوا في القناة